موسيقى منحييكم مشاهدينا بهالحلقة الجديدة من برنامج رح نبقى سوا فيما الحكومة عم تعيش بمأزق نتيجة قانون قيصر من جهة ونتيجة العقوبات وأيضا المفاوضات الشقة اللي عم تخوضها مع صندوق النقد الدولي عم يتحضر الشارع لجولة جديدة بستة حزيران ولكن هالمرة في مطلب جديد قفز إلى الواجهة لدى بعض المجموعات ويتعلق بسلاح المقاومة أين يقف التيار الوطني الحر من كل هذه العنوين كيف يقيم علاقاته مع الأطراف السياسية وكيف ينظر إلى هذا الشارع وهل من استدارة بمواقفه أو انعطافه على وقع ما يحكى عن عقوبات كل هذه العنوين وغيرها وكل هذه الأسئلة رح نحاول نجاوب عليها مع ضيفتنا الليلة المحامية ماي خريش نائب رئيس طيار الوطني الحر للشؤون السياسية أهلا وسهلا فيك بانسوار أهلا وسهلا فيك وبكل مشاهدي للأو تي في خلينا بلش بالأجدد إذا بدك وهو عودة الحراك إلى الشارع بستة حزيران البعض بيقول أنه هو نفس جديد 17 تشرين تاني البعض بيقول أنه لا القنبلة الكبيرة عملت وليوم منا رايحين لمشهد مشابه شو تقييمكن كيف تنظروا لهذا الشارع مرت الماضي كنتو شوي هكي عندكن حساسية من بعض هذا الشارع بعض نفس الحساسية اليوم بداية قبل ما جاوبك على سؤالك حاب استفيد من وجودي اليوم على منبر وشاشة الأو تي في لاتوجه بالتهنئة للرفيئين طارق الخطيب ومنصور فاضل لأنه مبارح تم تعيينهم رسميا نائبين للرئيس التيار الوطني الحر طارق الخطيب عن ملف العمل الوطني ومنصور فاضل عن ملف الشباب وأنا بدهم صوت لصوتك كم؟ فأنا من هالمنبر بتمنى لهم كل التوفيق وأكيد نحنا كلنا سوائد وحدة بما في مصلحة التيار الوطني الحر خاصة ومصلحة لبنان عامة بالنسبة لسؤالك عن موضوع الشارع والعودة إلى الشارع طبعا أنه نحنا منتظرين كنا أنه الشارع يتحرك لعدة أسباب أول شيء الوضع الاقتصادي اللي نحنا موجودين فيه إجت حكومة صحيح عطيت لحالة فرصة مئة يوم لتعمل خطة اقتصادية عملت خطة اقتصادية ولكن الخطة اللي عملتها ربما يشوبة بعض الملاحظات نحنا كتيار وطني حر عطينا ملاحظاتنا فيها وإجت أزمة كورونا كمانا قدت إلى ما قدت إليه من أول شيء تسكير وتراجع بالوضع الاقتصادي أكتر ما كان متراجع طبعا كل هذه العوامل نحنا منتظرين أنه الشارع يرجع يتحضر لأنه هيدا الشارع أصلا وقت اللي تقلفت هيدا الحكومة هو كان رافض هيدا الحكومة هلا نحنا موقفنا من الشارع نحنا موقفنا لم يتبدل وهو التالي أولا حق التظاهر مقدس ونحنا مع كل شخص يعبر عن رأيه ويعبر عن مطلب معيشة محق ضمن الإطار يلي بتحمي القوانين المرعية الإجراء والدستور بمعنى أنه نحنا أكيد ضد تسكير الطرقات ضد التكسير ضد التخريب ضد الأعمال العنفية وأعمال الشغب نحنا محق التظاهر بمطالب معيشية محقة وبالتالي نحنا مش من مع الثورة نحنا من وقت ما بلشت الانتفاضة بـ 17-20 قلنا أنه هيدا المطالب هي مطالب التيار الوطن الحر وبالتالي نحنا هيدا الساحات ساحاتنا نحنا سبقناهن عليها ولكن التعبير كان نزلوا بمطالب شعبية تحولت إلى مطالب سياسية ونحنا منتمنى اليوم أنه نهار السبت ينزلوا ويضل عندهم هيدا المطالب الشعبية السلمية يلي هي بتعبر عنه واجعون وواجعنا وما تتحول إلى مطالب أخرى برأيي لا تنسى جمع الوضع اللي موجود فيه لبنان وربما هو بدي إلي شغلي يعني وإن شاء الله أنا أكون غلطاني ولكن في معلومات أنه ممكن يكون فيه أعمال شغب ممكن يكون فيه تكسير ممكن يكون بتمنى أنه هيدا الشيء نهار السبت ما يصير قبل ما ندخل شوي بالعنوين اللي ممكن تنرفع خاصة مثل ما ذكرنا أنه فيه عنوان جديد يعني قلنا سنوات ما حدا طرح هيك موضوع سلاح المقاومة رجعوا شفنا مظاهرة صغيرة صارت قبل بكم يوم وهالمرة يبدو فيه بعض المجموعات أكيد مشكلهم عحاملين هيدا الشعر بس قبل ما أفوت بهذه النقطة عم تحكي حضرتك وكأنه ما نكون جزء من هيدا الحكومة يعني وكأنه نحنا جزء من الشارع وهيدا مطالبنا نحنا رح أقول لك لا أشرح لك هيدا إذا بدك هالخيطر الرخيع نحنا مشروعنا إصلاحي وبالتالي الرئيس ميشيل عون وقت اللي وصل على سدة الرئاسة وصل لما يكون رئيس تقليدي مثل كل الرؤساء يلي تعاقبوا ما بعد اتفاق الطائف وصل حامل مشروع إصلاحي وبالتالي أي مطالبة إصلاحية هي مطالبة للتيار الوطني الحر هذه نقطة المطالب المعيشية طبعا لأنه أنت وأنا وغيرنا كلنا موجوعين من الوضع المعيشي وبالتالي الوضع المعيشي لا يقتصر وجعوا عيالي رح ينزلوا على الشارع يقتصر وجعطا مفروض تعالجولوا هالمطالب بدل ما يقولوا نحنا إلى جنبها أول شيء نحنا وقت الـ 17-20 طبعا كنا مع الانتفاضة الحقيقية وكنا ضد الشغب نحنا هلأ مننا بالسلطة نحنا هلأ خارج السلطة نحنا هلأ كتيار وطني حر نحنا مننا بالحكومة ما زكيتوا أسماء لهذه الحكومة ما في ناس محسوبين عليك مش محسوبين علينا نأخذ رأينا ككتلي وزني بالبرلمان طبعا نأخذ رأينا ببعض الأسماء ولكن نحنا نعتبر ممثلين أو نحنا نعتبر بالسلطة هيدا الموضوع عم بيخلق ع طول جدل وبس نحكي فيه ونقول لا بيقولوا نحنا عايشين مش بالواقع نحنا مننا بالحكومة ونحنا بالتالي هيدا الحكومة عندما أعطينا الثقة لهذه الحكومة أعطيناها الثقة على أساس أن هي سوف تنجز وفي حال أنجزت نحنا بدنا نقلة برافو نوقف حد إذا لم تنجز نحنا بدنا نكون ننتقدها وحتى ممكن انتقادنا يوصل أبعد من بس الانتقاد العادي يعني أنه انتقادناها ما نفزت وبالتالي نحنا بالنسبة لإلنا هيدا الحكومة إجت حكومة للإنقاذ وليتعمل وليتعمل إصلاحات إذا لم تحقق هيدا الإصلاحات طبعا نحنا ما رح نكون معا بكل صراحة وهلأ نحنا بالوضع اللي نحنا موجودين فيه بالترمي اللي نحنا موجودين فيه بقولك إن الحكومة تأخرت والحكومة هلأ بالوضع اللي نحنا موجودين فيه منسألة إيه وينك ليه تأخرت ليه في قرارات حسمة اقتصادية وإصلاحية بعدك لهلأ أنت ما أخذتيها وينك نجحت بكورونا ولكن تعثرت بالموضوع المالي والاقتصادي وبالتالي نحن هون تأخر عليها أن تحصل عليها أول ما وصل الرئيس حسان دياب قال نحن لن نضع السياسة على طاولة مجلس الوزراء وكررها عدة مرات ونحن المنقولوا أنه إيه نحن بوضع ما تحطوا السياسة على طاولة مجلس الوزراء أنتوا بوضع على هذه الحكومة أن تنجز وأن تبرهن لللبنانيين أنه مزلوط في إصلاحات مزلوط هاللبناني حس أنه إجت حكومة وصار فيه تغيير بمحل معين خاصة نحن عم نحكي وياللي بهم المواطن وبهمنا هو الشق الاقتصادي المالي الإصلاحي هون بس بدي تحيك تمنكم بس عم نحكي عموميات عم تطالبوا هذه الحكومة بدي سلم جدل أنه أنتوا منكن جزء مننا ولكن عم بتعلى أصوات أنه اليوم رئيس الحكومة يعاني من محاولة هيمنة التيار الوطني الحر وتحديدا جبران باسيل على قرار هذه الحكومة شفنا مثلا التعيينات تفركشيت لأنه بتكون تهيمنوا على كل الحصة المسيحية ومو بتكون تعطوا سليمان فرنجية حصته شفنا مثلا شو صار بسلعاتها يعني حتى قرار بس أخذتوا هذه الحكومة مش على زوء كون خربطتوا لي ورجعتوا مشيتوا كلمتكم علي لا أول شيء هيدا الموضوع موضوع الهيمنة وموضوع هيدا من ضمن إذا بدك الإشاعات يلي بتطلع عطول ويلي أنه الوزير جبران باسيل مهيمن وحتى أحد الكتل السياسية قالت أنه الوزير جبران باسيل بيكتب له خطابه للرئيس حسان دياب هنتخيلي ولوين وصلت مخيلة البعض هيدا الكلام أبدا منه صحيح هيدا بمخيلة البعض العاجز موجود وبي موضوع سلعاتها موضوع سلعاتها كتير بسيط الخطة اللي نقرد بجلسة مجلس الوزراء بال2019 ويلي اشتغلت عليها الوزيرة ندى البستاني ويلي أخدت إجمع كل الأفريقاء السياسيين الخطة تلحظ معمل سلعاتها معمل سلعاتها بيأمن 38% من الكهرباء بس ما في مصاري وبالتالي عدم لحظ معمل سلعاتها يعني يخفي أنه نحن ما بدنا الكهرباء تيجي 24 على 24 ونحن بدنا نضل بزيت دوامة الفساد الموجودة كرتال الفيول كرتال المطيرات كرتال كل هيدا الموضوع وبالتالي لا مش موضوع أنه نحن عملوا متل ما بدنا عملوا رجع مجلس الوزراء من بعد الكتاب يلي توجه فيه فخامة الرئيس واستعمل صلاحياته بهيدا الموضوع مجلس الوزراء نفذ وأقر بأنه هو سينفذ الخطة التي أقرت بالإجمع بالألفين وتسعة عشر وبالتالي لا نحن هيمننا ولا نحن سيطرنا ولا نحن فرضنا رأينا فيه خطة وهيدا البلد هيك بده يمشي فيه خطة بده تتنفذ الخطة بحذفيرا مش نشيلة على القطعة هلأ موضوعنا منه سلعاتها بس هيك تاني حتى بما أنه فتحنا هيدا الموضوع مجلس الوزراء أخذ قراره كان غير قراره وعم بيقول الأولوية مش لسلعاتها ما بيحقله يعني لأنه الجلسة كانت برئيسة الرئيس حسان دياب بس صرنا ببعبدة بيتغير الموضوع لا لا ما بدنا نبسط مع بعضها لا 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 لك ما بدنا نبسط يعني ما بدنا ما بيسترجي ياخد قرار ما بدنا هلأد أول شي ما بدنا نضرب على هيدا الوطر أنه أول شي الرئيس حسان دياب هناك من ينزع له صلاحياته كرئيس للحكومة أبدا هيدا الموضوع أبدا منه موجود ومنه مطروح والدليل أنه الرئيس ميشيل عون بارح وضح هيدا الموضوع أنا عم بستعمل صلاحياتي وأحترم صلاحيات الآخر وبالتالي من يتذرع بأنه الرئيس عم بياخد صلاحيات السلطة أو الثالثة هو شخص أصلا ما كان عارف شو عنده صلاحيات يعني اللي عم بيقول أنه الرئيس عون عم بياخد صلاحيات مجلس الوزراء هو يمكنه قتلكين بمجلس الوزراء ما كان عارف شو عنده صلاحيات مشان هيك عم بيتزرع بهذا الموضوع وبالتالي برجع على الموضوع انه مجلس الوزراء لا موضوع اقرار الخطة ما في مجلس الوزراء تبنى موضوع خطة الكهرباء وبالتالي يرجع انه يتبنى الخطة مثل ما هي لا كان ضرورة انه يتوضح وينذكر ببيان جلسة مجلس الوزراء كنتوا تقولوا قبل هيك تأختم هيدا النقطة كنتوا تقولوا قبل انه خصومنا بالسياسة بدون يعرقلونا بالخطة الليفت اللي صار بمعمل سلعاتها انه حتحوا لفاقكم الاساسيين صوتوا ضدكم وتركوكم بهيدا الماركة ورجعت اتزبطت بعدين بس انه هلأ الكل مغلط وانتوا على صواب بموضوع الخطة لا ريتا قد يجوز انه الوزراء وقت اللي صوتوا على الخطة بالجلسة السابقة هنه مش مطلعين على الخطة وبالتالي مش موضوع خصومنا صوتوا ضدنا او صوتوا ضد الخطة قد يجوز انه هيدول الوزراء هنه غير مطلعين على الخطة ويسوأ انه وزير ما يكون مطلع عليها للخطة وبالتالي صار هيدا الموضوع ولما الرئيس بعت هيدا الكتاب وشرح موضوع سلعاتها واهمية سلعاتها وحتى اهمية سلعاتها وخطة مش بس سلعاتها خطة الكهرباء متكامل تجاه صندوق النقد لانه اصلاحات الكهرباء هي جزء لا يتجزأ من الاصلاحات المطلوبة تجاه المفاوضات اللي نحن عم نقوم فيها مع المجتمع الدولي وتحديدا صندوق النقد الدولي وبالتالي هيدا الموضوع بتعرفي هلأ بالاعلام بيطلع قصص وبيكبوا وبيعملوا تقارير وبينكتب مقالات وكله كله لانه بيصب بموضوع التيار الوطني الحر ويدور في فلك التيار الوطني الحر وباتهام التيار الوطني الحر بالهيمنة وبانه نحن بدنا ناخد كل شيء وبانه نحن مسيطرين ونحن الحاكمين ونحن اللي عامين وبالتالي يعني صرنا معودين ريتع هيدا الموضوع خلينا أرجع فأزا للتحركات اللي عم بتصير بالشاريع اللي بدها تصير أو بالأحرى بلشت شفناها قدام بعض منازل السياسيين وهون بدي أسألك عن رأيكم بالكلام اللي قدلى فيه النائب جميل السيد بالساعات الماضية واللي عامل ضج كبيري اليوم لك أنا مرح أعطي رأيي بتحديدا اللي قاله النائب اللي واء جميل السيد أنا بدي أعطيك رأيي بالإجمال بالإجمال برجع يلي حق التظاهر مقدس ولكن الاعتداء على كرامات الناس ممنوع نحن الطيار الوطني الحر نواب الطيار الوطني الحر بالفترة قبل الحجر وموضوع كورونا كنا نعرف بس يعرفوا نائب بالطيار أو وزير بالطيار موجود بمطعم أو بمحل يلحقوا ويتهجموا بالألفاظ وبطريقها الاعتداء على كرامات الناس مرفوض وممنوع وبالتالي التظاهر حق مقدس ولكن بذات الوقت أنا بحترم لك حقك بالتظاهر مجبور أنت تحترم لي كرامتي بهيدا الموضوع كرامتي وسمعتي بهيدا الموضوع وبالتالي أنا عم برد بالمطلق على احترام الكرامة مقدس كما حق التظاهر المس بالكرامة يقابل بالعنف يقابل بالرصاص كيف يقابل لأنه كمانا هيدا إشكالية شفناها وقت قطعت طرقات بالفترة الأخيرة وأخذ بمحلات معينة صار في بعض الإشكالات الفردية اللي نقال أنه والله هيدا طيار الوطني الحر نزل بوج الناس اليوم المس بالكرامة يقابل مثل ما قال اللواء السيد هيدا بدي أقليك شغلي نقوص على اليوم هيدا الموضوع بديك تسأليه وتتوجهي فيه لللواء السيد ليه لأنه كل كل حادث وكل حدث أنا أكيد ما عم دافع عنه طبعا ولا عم دافع عن الدعوة لا إلى القتل ولا إلى العنف بشتى أنواعه ولكن بديك أنت تسألي هو ليه وصل قال هيك لأنه فيه فعل وفيه ردة فعل وتصريحه ردة فعل على اللي صار هو عنده ببيته وبالتالي على اللواء الجميل السيد هو أن يجاوبك على هذا الموضوع أنا بالنسبة لإليه ونحنا كتيار وطني حر بقلليك الاعتداء على الكرامة ممنوع ممنوع وهيدا من هون من منبر الو تي في أنا عم بقوله وعم بقوله لكل السوار ولكل المتظاهرين بدكن تتظاهروا عندكن مطالب البدكن يه نحن معكن ولكن تعتدوا على كرامات الناس وتوقفوا تعترضوا الناس وبيوت الناس وتشتموا وتهينوا هيدا شي مرفوض ما حدا بيقبلوا لا بالقانون ولا بالدستور ولا بالحياة الطبيعية بس هون في شوية اشكالية كنتوا قبل تقولولون ما تقطعوا طرقات إذا بدك صوبوا البوصلة وروحوا قدام بيوت الزعمة الفاسدين بلشوا الجماعة يروحوا قدام البيوت كمان أكلوا قتل ما احترنا وين أكلوا قتل ما أكلوا قتل قدام عين التينة هلأ هيدا غير موضوع على طريق الأصر الجمهوري كمان ما صار في أخذ ورد لكن بدي إلي شغلي أول شي الأصر الجمهوري وجهة كثير خاطئة للثوار وللثورة لأن الرئيس عون من وقت ما بديت الانتفاضة بـ 17-20 وهو عم بيدعيهم لا يطلعوا لعنده على بعبدة وبعده لهلأ بتصور ما عنده مشكلة إنه يقابلون ويحكي معون يسمعون وبالتالي القصر الجمهوري ووجهة القصر الجمهوري هي وجهة خاطئة والإشياء اللي شفناها على طريق القصر من إهانات بحق الرئيس وتمزيق لصوره وكل هيدا الموضوع ليش لأنه رئيس الجمهوري هو رمز البلاد ورمز البلاد هو خط أحمر فكيف الحال إذا كان رمز البلاد هو العماد الجنرال ميشيل عون هيدا بدون يفهموها إنه القصر الجمهوري والعماد ميشيل عون مش بس خط أحمر خط أبعد من هيك ومنتمنى إنه هيدا الوجهة ما تكون وجهة الصوار القصر الجمهوري أن لا تكون وجهة الصوار لأنه محبي الرئيس ميشيل عون لن يسمحوا أكيد بأن يتعرض الرئيس ورمز البلاد وما يمثل الرئيس ميشيل عون لأي إهاني لأي تعرض لأي شيء أبدا بس هيدا قد يفهم تهديدا أبدا نحن من نزل شارع بوجه هذا الشارع بحال قررته تطلع على أفضل بعضها بدي أقليك شغلي نحن ما حدا بيجرنا على الشارع نحن وقت اللي بدنا ننزل على الشارع كتيار وطني حر نحن منحدد أمتى بدنا ننزل منحدد شو الهدف يلي نحن نزلين منه شو المطلب ونحن هيدا ضمن الخطة يلي وضعينا لأنه نحن هلأ عم نشتغل على ثلاث محاور إذا بديك تشريعية يلي هي كتلة نيابية بالمجلس قضائية يلي هي الملفات القضائية يلي نحن عم نتقدم فيها وشعبيا يلي هي بعض التحركات الشعبية وآخرة كان موضوع الاعتصام أو الوقف الرمزي يلي عملناها حد المتحف الوطني بموضوع الأموال المحاولة وبالتالي ما حدا بيحدد للطيار الوطني الحر إمتى بده ينزل وما حدا بيجر الطيار الوطني الحر إنه ينزل نحن مننزل نعرف حالنا ليه نزلين وشو المطلب يلي نزلين كرميله وبالتالي لا هيده ما تفهم هيك لأنه أنا ما قلتلك الطيار الوطني قلتلك في ناس بيحبوا الرئيس ميشيل عون ما رح يقبلوا بأي إهاني قد يتعرض لها رئيس البلاد وخاصة إنه رئيس البلاد هو الجنرال العماد ميشيل عون بس هنا خلينا نقشك بهذه النقطة كلنا منعرف إنه من بعد الطائف ما في صلاحيات كافية لرئيس الجمهورية الصلاحيات هي بيد السلطة التنفيذية مجتمعة ولكن اليوم إنه نظهر هيك رئيس الجمهورية من مشهد الانهيار اللي عام نشوفه مش في بعض شوية عن الواقع إنه نقول إنه رئيس الجمهورية ما بيتحمل مسئولية رحوا شوفوا بقية الأطراف ما هو موجود ليش لنا هو رئيس أوي ليش سمينا هذا العهد بالعهد الأوي جاوب هو اليوم ليش بدنا نحيده عن مطالبات السلطة السياسية اللي يمكن بنظر البعض إنه يجب تغييرها أول شي اليوم هو يجاوب وكان واضح ببداية جلسة مجلس الوزراء وقت يلي قال إنه للوزراء قال لهم قولوا الحقيقة وردوا على الشائعات وما تخلوا الناس يحملوكن ويحملوا الحكم أخطاء 30 سنة وبالتالي هو واضح بهيدا بهيدا الموضوع وهو واضح بالمشروع يلي وصل فيه برجع بقالي الرئيس ميشيل عون وتحميل أو وضع الرئيس ميشيل عون بخانة كل من تعاقب على السلطة من طائف لغاية اليوم هو غلط وهو مش بموقعه الطبيعي وبالتالي برجع ويقول لي وجهة القصر الجمهوري والرئيس ميشيل عون هي وجهة خاطئة الرئيس ميشيل عون بالعكس فاتح أسر الشعب والأسر الجمهوري لكل من بحب أنه يطلع ويتحاور معه ويتفاهم معه ولكن كل من يحاول أن يقصد الأسر الجمهوري بغرض غير الوجهة اللي نحن أو هو طلب من 17 20 أكيد لقى هذه مرفوضة وأصلا ما صارت قبل لتصير هلأ يعني هون عندي سؤال النائب قديم معلوف بآخر مرة قدام اللي صار قدام الأسر الجمهوري أو على طريق الأسر الجمهوري كتب هيك التويت لمح فيها إلى إمكان يكون فيه خرق أمن ما وما عاد نعرفنا شو صار بهذا الموضوع فيه هيك معلومات ومين عم تتهمه فيها نحن أنا بديك تسأل الرنائب إيدي معلوف نعم هو ضمن التكتل وهو ضمن بعض بسألي لقلو هو بيجاوب بهذا الموضوع في دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي فردية من أشخاص من محبي العماد ميشيل عون مثل ما عم بتسميهم أنه حاسين حالهم أنه ما رح يسمحوا بأي تطاول أو تعدي على كرامة الرئيس وعم بيقولوا بتكون تطلعوا على الأسر نحنا رح نلقي لكم هو دي محبي العماد عون إذا بديك تتوجهي لهم حضرتك من المونة تما نقول أنه هو دي تيار بتقول لهم إيه طلعوا خلي يصير فيه هيدا المواجهة ولا لأ لأ نحنا أول شي أول شي نحنا بعد ما بنعرف شو بدي يصير طلعوا أحد الماضي ما بعرف أي متن وكان الحرس الجمهوري والأمن والهي نحنا هلأ بعد ما بنعرف شي أنا ما بدي أتوجه للي بده يطلع من محبي الرئيس ميشيل عون أنا بالعكس أنا بدي أتوجه لكل يلي عم يدعو للتظاهر وللثورة بستة حزيران أنا بدي أتوجهلون وبده أقول لهم أنه وحده مطالبكم وخلي مطالبكم تكون مطالب حقيقية مطالب غير مدمرة للبنان مطالب حقيقة تقدر تحقق لقلكم ولقلنا يمكن يلي نحن عجزنا أنه نقدر نحقق وتقدروا أنتوا تحققوا بالمطالب بالشارع وصوبوا البوصلة وعرفوا مظبوط مين الفاسد واللي سرقكن عمدها 30 سنة ومين لا يعني أنا أنا هون بدي أقول لك شغلي بقولها عطول أنه نتمنى على هذه ثورة ما تكون لا عورة ولا عمية وتشوف مظبوط وتشوف مظبوط مين الفاسد مين يلي سرق عمدها 30 سنة مين يلي عنده خطة إصلاحية ومين يلي بس عنده خطة انتقاد وتدمير وبس إذا بديك الطاقة السلبية بالبلد نتمنى على هؤلاء أنهم حقيقة يوجهوا البوصلة لهيدا المحل ما تروح لغير محل لأنه البلد ما بيحمل ما بيحمل أي إذا بديك خطوة ناقصة لا من هون ولا من هون بس أنا أريد أنطلق مني عن تحكي حضرتك تأسألك أنه هيدا الحكة كله طيلة الأشهر ورح نضل نسمعه وهيدا الكلام شوفوا من سرقكم ضبطوا البوصلة كل هيدا التعبير كمان أسمعناها وحافظينا بس الناس عم تعيش واقع مأساوي اليوم الناس جاعد تركت فرصة لهيدا الحكومة قالت لك يلا منصدق أنه حكومة مستقلين طلعت الحكومة كل شوي بيطلع طرف بيهدد أنه أنا بيصحب وزراء منها قالت بركي هيدا الحكومة قادرة تغير لأنه بالقليلة مش وجوه سياسية معروفة ونافرة طلع أداء يعني مثل بيشبه إلى حد كبير أداء الحكومات السابقة لا في ملفه وصلنا فيه لخواتيمه في ملفات ما عم نعرف كيف نخلص منها معيشة الناس اليومية مهددة يعني أبسط الأمور الناس ملمستها بعدكم بتقولوا لوحده شو بيهم الناس إذا هيدا تراكمات 30 سنة ولا لا هيدا تراكمات اليوم بيهم ما تاخد نتيجة وشو بيهم الناس إذا كسرت وخربت وقطعت طرقات ما هذا بيقولوا أنه هيدا وثي أنت برأيك بقطعت طرقات بيصير عندهم كهرباء 24-24 بقطعت طرقات بيقدروا يروحوا على البنك يسحبوا وديعهم بقطعت طرقات بيقدر يلي سرقوا فسد يقلهم إيه معكم حق تعطول الطريق كسرتوا خربتوا أرزاء الناس وأملاك الناس إيه أنا رح رد المصريات برأيك بهذه الطريقة العنفية نحن بالوضع يلي هلأ موجودين فيه باللبنان بالأزمة يلي موجودين فيها باللبنان بالتوتر يلي موجود فيه لبنان برأيك أعمال عنف وأعمال تخريب وقطعت طرقات هيدا ما رح تزيد النقمة وما رح تزيد الأزمة أنت بتعرفي هلأ شو في ناس خسرت شغلة من وراء الحجر الصحي يلي صار شو في ناس ما عم تقبض معاشات شو في ناس شو في شرك سكرت طب هل بقطعت طرقات بمنعك أنك توصل أنت على شغلك أو بمنعي أني أنا أوصل على شغلي هل نحن منحق مطالب الثورة والمطالب المعيشية نضغط ايه فينا نضغط ونحن مع أنه نضغط نحن عم نقلهم نحن أنا من هون من على منبري قلت الله للحكومة تفضلي حسمي ما قادرة تحسمي شوفي شو بديك تعملي خدي قرار حسمي مظبوط لازم تاخده قرار وتحسمه بس أنه هل نحن بهيدا التخريب والتكسير نحن قادرين نحقق هيدا المطالب جربوها بـ 17-20 سكروا طرقات وقطعوا طرقات شهر وشهرين قدروا وصلوا لمطالب اليوم المطالب اللي عم تنرفع من حيث التوقيت في مطلب قصة سلاح المقاومة التيلون ما تفوتوا بمواضيع ممكن تخري بالوضع أكتر ما هو خربان ليش قفز هيدا المطلب إلى الواجهة ليش بهيدا التوقيت بالذات بحسب قراءتكم وهل إله علاقة بضغط أمريكي بالحديث عن عقوبات على لبنان شو القصة لكي هيدا الموضوع موضوع سلاح حزب الله أول شي هيدا الموضوع تحديدا هيدا الموضوع لا يعالج بالشارع يعني أي مطالبة بنزع سلاح حزب الله هيدا موضوع كل العالم تعرف أنه هيدا الموضوع ما بيتعالج بالشارع ولا بيتعالج بالعنف وبالتكسير وهيدا الموضوع بحاجة لحوار وطني وسبق أنه صار في حوارات وطنية بموضوع استراتيجية الدفاعية والرئيس عون حكي عن استراتيجية الدفاعية وبالتالي هيدا الموضوع برأي أي فريق عم يقدم عليه هو ورقة خاسرة وبالتالي نحنا خلينا ننطر نهار السابت لنشوف إذا مضبوط هيدا المطلب رح يكون مطروح بالإحتجاجات نهار السابت لأنه ربما ما يكون في بعض المجموعات رح يطرحوا لأ بعض المجموعات بديك تشوف هيدا المجموعات قد هي بتشكل قوة قد هي بتمثل وطنيا لنقدر قلتلك هيدا الموضوع لا يطرح في الشارع هيدا الموضوع بحاجة إلى إجماع بحاجة إلى حوار وسبق أنه مبلش حوار بهيدا الموضوع والرئيس عون دعي كمانا بخطاب الأصم لموضوع السراتيجية الدفاعية وبالتالي هيدا الموضوع خلينا نحيده على توقيته ليش؟ أنا برأيي ما نربته كتير لأنه أنا برأيي ما نناضج ما نناضج بس ما بيتلاقى ببعض الأحاديث اللي طلعت عن التيار الوطني الحر بهذا الإطار يعني لما بينحط معادلات أنه الجوع أو البندقية وبيطلع فجأة موضوع سلاح حزب الله ما في تلاقي بيطرح علامة استفهام أول شي نحن التيار الوطني الحر أكيد ما طرحنا هذا الموضوع الجوع مقابل البندقية أبدا وبهيدا الموضوع بس طلع أكتر من أبو حكي بذات الإطار لكي بدي أقلك نواب التيار الوطني الحر العالم بدي أعرف أنه نحن ما لدينا أمانة عامة بتبعت التصريح لنوابنا وبتقله نحكوه نوابنا بيحكوا واجع الناس بيحكوا سؤالات الناس بيحكوا أيام قصص بيحتكيكن مع الناس وبالتالي هيدا الهامش يلي عند النواب لا يعني أنه هيدا موقف التيار الوطني الحر الرسمي بهيدا الموضوع نحن بموضوع العلاقة مع حزب الله واضح وشرحناها ووضحناها وطلع السيد حسن نصر الله أضاف إلى كل هيدا المواضيع ورد عليكم بل ما يسميكم علاقتنا نحن بحزب الله مبنية على تفاهم 2006 تفاهم متين مبني على صخر مبني على مواضيع أساسية تفاهم ما رأى فيه مطبات كتير داخلية وخارجية ما تزحزع هلأ ما رح يتزحزح يعني اللي نفكر أنه يربط مظاهرة من هون تصريح من هون شغلة من هون هو مخطئ وبالتالي هو عم بضيع وقته بهيدا الموضوع نحن واضحين تيار الوطن الحر وحزب الله فريقين كل واحد عنده شعبيته كل واحد عنده مقاربته للملفات لا نحن منقتمر بحزب الله ولا حزب الله بياخد أوامر من التيار الوطن الحر كل واحد عنده شخصيته عنده شعبيته عنده استقلاليته وعنده مقاربته للملفات بطريقة قد نختلف بالمقاربة ولكن بالنهاية نحن تحت سقف هذا كلام ديبلوماسي لا لا لأن هذه هي الحقيقة أنا لا عم جمل ولا عم بقول كلام ديبلوماسي ولا شيء أنا عم بقولك هذه هي العلاقة ما في عتب على حزب الله عتبنا أنه ما لقينا بموضوع ملفات الفساد وخالناها ومن أولى هذا هو عتبنا على حزب الله جوابتم بطريقة قصة الأفخاخ قصة أنه عنا قصص خطوط حمر هيده مقاربته ونحن نحترم هيده المقاربة وهيده يلي هيده يلي بيعمل الغنى بالعلاقة الندي بين الطيار الوطني الحر وحزب الله يلي هي مش موجودة بين كل الأفريقاء السياسيين وهناك من يتمنى أنه يكون في زعزعة بالعلاقة وهناك من يتمنى وعم بيبني على تصريح وعم بيبني بيشيل كلمة منهم بيشيل تصريح من هون لا يبني هيده المنظومة أنه فيه توتر ما فيه توتر أبدا فيه مقاربة للملفين ربما هالمقاربة ما بتكون مئة بالمئة صائبة كل واحد عنده يمكن أولويات معينة ولكن بالنتيجة هذا التحالف مبني على أصص متينة وخاصة بالموضوع الستراتيجي وهيده التحالف ما فيه شي بيزحسه وبرجعوا بقول لي التيار الوطني الحر أي انفتاح له على الخارج بمساعدات بأي شي لمصلحة لبنان يكون ضمن حفظ سيادة لبنان وحزب الله بالنسبة للتيار الوطني الحر هو جزء من سيادة لبنان وبالتالي بتمنى أنه هذا الموضوع ما بقى ياخد أكتر من حجمه لأنه عن جد فيه ناس عم تبني عليه وعطول عم ننسأل عليه والموضوع هلأد هلأد واضح وهلأد شفاف والأكتر من هيك شو وضح السيد ونحن هلأ كمان صار فيه تنسيق بعد أكتر بين الحزبين إن كان عم تسوى أنه أكتر ولا نخفض مستوى التنسيق لأنه المرحلة تتطلب نحن بأزمة وبأزمة ماشي هده لبنان أزمة اقتصادية توتر ما بنعرف شو الأزمة والمرحلة اللي نحن عم نمرق فيها تحتاج إلى إذا بدك تكثيف هيدا التنسيق كرمال هيك تم إنشاء إذا بدك هيدا العلاقة نواب مع بعض ووزراء مع بعض حتى ضمن المناطق بده يكون فيه كمانة لجان مع بعض على أن تبقى العلاقة برأس الهرم موجودة وبالتالي أبدا ما حدا يخده أبعد من هيك بالعكس أبدا ما حدا يخده أبعد منها تحمل لما سيد نصر الله بيطلع وبيقول أنه أنا عندي خطوط حمر تتعلق بالسلم الأهلي هيدا منع نعوة صريحة لأي محاولة إصلاح بهيدا البلد بيظل يعني المحاصصات الطائفية المعروفة هيدا برجع وبيقول لك هاي مقاربته ونحن نحترم هيدا المقاربة بس ما أنتو اليوم مش إذا بدك مش عم تتلقوا السلبيات نتيجة هذه المقاربة نحنا ما قال مضاعفات عليكم هذه المقاربة نحنا كتيار وطني حر عم نقوم واجباتنا تجاه هيدا الموضوع نحنا حطينا أولوية مكافحة الفساد ونحنا ماشيين بهيدا الموضوع وكيف ماشيين بهيدا الموضوع إن كان من خلال الأوانين يلي تقدمنا فيها رزمة الأوانين يلي تقدمنا فيها بالمجلس وإن كان من خلال الإخبارات نحنا صرنا مقدمين 118 إخبار وإن شاء الله قريبا بيطلعوا النواب يلي هني مهتمين بعيدا الموضوع مع رئيس لجنة مكافحة الفساد استاذ ودي عقل بالطيار وبيعملوا مؤتمر صحفي وبيشرحوا للناس نحنا شو تقدمنا وين صرنا نحنا عم نعمل واجباتنا ضميرنا مرتاح عم نعمل واجباتنا بموضوع الفساد إيدنا ممدودة للجميع أدرين توصلوا لنتيجة إذا حدحة تخطوط حمر اليوم إيماننا كتير كبير إنه إيه قادرين نوصل إيماننا لو ما إيماننا كبير إن كان بلبنان أو بموضوع الفساد نحنا كنا يمكن هلأ منكافئين وقاعدين وناطرين شو بده يصير نحنا لو منا هلأ بالسلطة الإجرائية نحنا بالسلطة التشريعية موجودين وموجودين بقوة نحنا بالملفات الفساد موجودين بقوة وعلى الأرض كمانا موجودين بقوة وبالتالي بدي تابع معاك لا بس بدي أكتر من هيك بدي وضح إنه نحنا اللي عم نعمل ضميرنا مرتاح نحنا عم نقدم أي فريق بيحب يلاقينا على نص الطريق مرحب فيه بس وجودكم هالفكرة بدنا نقشع معاك بضطر إيركو تفاصيل لأنه اليوم يمكن وجودكم السياسي قد يكون مهدد لأنه فيه فريق ما عم بيلاقيكن إلى نص الطريق ولكن فاصل أصير مشاهدينا منتابع بعد حلقتنا خليكن معنا أعود مشاهدينا لمتابعة حلقتنا نرجع من رحب بضيفتنا المحامية ما يخريش أهله سهلا فيك من جديد رح أرجع أبلش من محل ما خلصنا قبل الفاصل قصة أنه اليوم يقول البعض أنه ما بق عنده ورقة التيار الوطني الحر يلعبها إلا أنه ينجح فعلا بمكافحة الفساد لذلك ما بق عنده طرف أنه ينطر ولا حزب الله يلاقينا إلى منتصف الطريق ولا حزب الله بيحط خطوط حمر مشان هيك صار فيه هيدا التشنج بالعلاقة هلأ حضرتك عم تحكي كلام مغاير لهيدا لهيدا العبارات أول شي سؤالك مثلك أنه نحنا ما في غيرنا بالبلد ما في غير طيار الوطن الحر بالبلد أنتو أم الصبي بمكافحة الفساد نحنا مش قصة أم الصبي أنتو هيك صبيتو حالكم نحنا أكيد نحنا حاملين هيدا الهم لأنه نحنا حاملين هم لبنان كله إن كان بالفساد بالاقتصاد بالمال بالسياسة بالأمن بكل شيء طبعا بس أنا اللي بدي أوجه لك هالسؤال ردي رح يكون سؤال لإليك غيرنا شو عمل غيرنا شو عمل لأنا هلأ أحس أنه أنا وجودي السياسي كفريق سياسي بما أمثل مهدد غيري شو عمل غير إنه انتقد غيري شو عمل مثل مين أنا عملت أنا عملت وعملت كتير نحنا كتيار وطني حر كتير عملنا بس غيرنا شو عمل كلهم كلهم خصم حليف شو عملوا بس الناس ما عملت التسنامي بالألتين وخمسة لو أنتو شايفوكن مثلكم مثل الباقية لا 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 الناس لأنه عرفت أنه أول شيء أعتبرت أنكم غير الباقية أول شيء أول شيء عودة العماد ميشيل عون هي بحد ذاتها كانت إنجاز كتير مهم عودة العماد ميشيل عون عودة العماد ميشيل عون إلى الحياة السياسية إن كان بالبرلمان أو من بعد ما فتنا بالحكومة طبعا إعادة الشراكة إلى الدولة والمؤسسات وكل هالمنظومية اللي كنا مبعدين عنا طبعا ولكن بسأل أنا سؤال نحنا كل هيدولة عملناهن وبعدنا عم نعمل وعم نجرب وكل يوم منجرب وكل يوم منقول يمكن منصطدم بعرقلة من هون وهيك ولكن ليه أنا بدي أعتبر أنه حياتي السياسية ووجودي السياسي كفريق وازن بالبلد مهدد بالمقابل أنا ما بدي أسأل غيري يلي هو عم بيقول أنه أنت فشلت أو أنت حياتك أو وجودك أنت شو عملت أنا بدي أسأله أنت شو عملت أنا عملت بس أنت قل لي شو عملت أنا عملت والناس يلي هي مقامنة بهيدا الخط ومقامنة بفكر الرئيس ميشيل عون ومقامنة بقضية وخط الطيار الوطني الحر هي عارفة أنه نحنا عملنا والطيار الوطني الحر أنجز وعمل وما زال ولكن البقوي برجع وقال لي شو عمل الفريق الآخر بهيدا الموضوع وبالتالي أنا هيدا السؤال أنه نحنا يفشلنا هون ومحققنا هون وبالتالي أنا مستقبلة السياسي كفريق سياسي مهدد لا مخطئين أبدا أبدا منه مهدد أنا عم بعمل أنا عنجزت أخفقنا أنجزنا بملفات في ملفات بعدنا وخاصة الملفات القضائية ناطرين أجوب فيها ولكن أنا من هون بسأل الفريق الآخر أنت شو عملتوا تحتى عم تسمحوا لحالكم إنكم تنتقدوا التيار الوطني الحر وتسألوا التيار الوطني الحر أنت شو عملتوا مش خايف على مستقبلك السياسي لأنت شو عملتوا ليش أنتوا مش خايفين على مستقبلك السياسي رح أسمح لحالة جاوبك عنهم مثلا طيار المستقبل بيقول نحنا وقتا كان الشهيد رفيق الحريري نحنا عمرنا البلد نحنا عملنا اقتصاد نحنا سبتنا الليرة القوات اللبنانية بتعدد أنجازات معينة ببعض الوزرات بس بالقليلة بتقول نحنا ما فيه أي شبهة فساد علينا على عكس التيار الوطني الحر ونحنا ما فيه شبهة فساد وأنا أتحدى من هون من الوتي في يلي عنده ملف فساد على حدا بالتيار الوطني الحر يتفضل ياخده على القضاء ويقدمه هيدي الشائعات يلي عم تلاحق الطيار الوطني الحر بشخص الوزير جبران بسيل هيدي كله شائعات مغردة نحنا لهلأ انت برأيك لو فيه ملف فساد على الرئيس الوزير جبران بسيل ما كانوا أقدموه من زمان لو فيه ورقة لو فيه شي وبالتالي هيدي الشائعات وإنه الطيار منغمس بالفساد هيدي كله ليغطوا فشلون هيدا كله ليغطوا أنه هنه ما قدروا عملوا شي هنه وين نجحوا هنه نجحوا بانتقاد الطيار الوطني الحر كل هيد الفريقين يلي سميتيهم نجحوا بس بانتقاد الطيار الوطني الحر وما أسهل من الانتقاد ريتا أسهل شيء أنك أنت هلأ تعدى تنتقدي هيدا وهيدا وهيدا ولكن أنت تجي تحطي خطة تحطي فكرة تجربة تعمل إنجاز نحن بنحكيك عن ملف الفيولو أنتم تابعينه بالأو تيفي طيب هيدا الملف فينا نعرف ليس يسو هيدا الملف فينا نعرف هيدا الملف معيشي بخص أموال اللبنانيين فينا نسأل سؤال ليه كل واحد حس حاله هو معني فيه هيدا الملف ومتهم وكل واحد صار بده يحمي الشخص يلي هو بينتمي لفريقه السياسي طيب أي عقل أنه ما في مسئولية للوزراء الطيار المتعاقبين ولو مسئولية معنوية أنه كمان معقول هيدا مقاربة لهيدا الملف بدي إليك شغلي بدي إليك شغلي منظومة الفساد يلي موجودة ببعض الوزرات إيه إيه الوزير في ما يعرف فيها لأن هالقد هني محصنينها هالقد هني شغلين عليها ودارسين عليها أنه إيه ما حدا يقدر يكتشفها والوزيرة نادل بستاني لو ما صار هيدا العطل بالمعمل وفتح التحقيق كنا يمكن لهلأ إحنا ما عم نعرف شو عم بيصير ببواخر الفيول يلي عم توصل على لبنان يلي عم تقتل اللبنانيين يلي عم تمنع عنا الكهرباء وعم تهدر كلها المصاري إيه فيه منظومة فساد كتير قوية بالبلد طبعا بس على القليلة التيار الوطني الحر يتجرأ أنه هو يفوت على هيدم غارة الفساد يتجرأ أنه يقدم أي فريق من كل هالأفريقاء تجرأ يقدم ملف فساد ويكمل فيه للآخر ولا فريق وبالتالي يرجع ويقول لي ما حدا يقلنا أنتو خلصتوا سياسيا نحنا ما خلصنا سياسيا نحنا أنتو شو عملتو نحنا ما خلصنا سياسيا لماذا خايفين الانتخابات النيابية المذكرة فأزا نحنا منا خايفين من الانتخابات النيابية لماذا ما افجروا هذا الشارع اللي عم بطاري في مبدأ أنه يلي نزلوا على الشارع ما بيمثلوا كل اللبنانيين وبالتالي في جزء من اللبنانيين أعطوا ثقتهم وما زالوا للممثلين لإلهم بالبرلمان وبالتالي ما إلوا حق لجزء من يلي نزلوا على الشارع وهو ما بيمثل هيد الأكترية أنه ينتزع هيد السقة من الناس يلي بعضها ببيوتها وبعدها عاطي ثقة للممثلين بالبرلمان نحنا ما عم نقول لا موضوع انتخابات نيابية ولا موضوع خايفين ولكن في مبدأ أنت عم بتقشتيني الوكالة ما إلك حق تقشتيني الوكالة لأنه أنت ما بتمثل كل الشعب أنت لما نزلت على الشارع هيده نقطة نقطة تانية نحنا هلأ الأولوية شو بالبلد الأولوية ناكل ونشرب الأولوية نقدر نعيش الأولوية هلأ نفوت بقوانين انتخاب ونفوت بمفاوضات ونعمل انتخابات هيده هي الأولوية وبالتالي من يطرح هيده الأولوية برأيي عن جد يعني يا عايش بغير دنيا يا حقيقة ما ويعي شو عم بيصير على الأرض يعني ما فيني أنا أكون حاسة بوجع الناس ومطالب الناس وكون نازل نهار السبت أطلب انتخابات نيابية مبكرة هيده لا مسؤولية تجاه الوضع يلي نحنا فيه الوضع يلي نحنا موجودين فيه بيتطلب المطالبة بالإشياء المعيشية بالإصلاحات لا أقدر أنا أكسب سئة المجتمع الدولي لا أقدر رد مصاري لا أقدر فوت فاسد على الحاسد ولكن هلأ أنا فوت أطرح انتخابات نيابية وإزرع براس الناس أنه هيده الانتخابات النيابية هي المنقذ لألكم يا ناس تفضلوا على الانتخابات هيده فريق سياسي فيشل عم بيطالب بهيده الموضوع عم بيحكي عن الكتائب يعني عم بيحكي عن حيالة حدا بينزل هلأ بيطالب بانتخابات نيابية مبكرة لأنه هيده الموضوع حقيقة منه هلأ بمحله لأنه فيه أولوية للناس قبل ما نعمل انتخابات نيابية مبكرة ومش معناتها أنا عم بقلك هيده الموضوع نحنا كفريق سياسي خايفين أو أي اعتبار آخر ولكن لأنه همنا لبنان ولأنه همنا إنقاذ لبنان وإنقاذ البلد والمؤسسات يلي موجودة بعدها بالبلد بهمنا إنه نحن نفوت بالشق المعيشي الاقتصادي وبشق الإصلاحات لحقيقة نستطيع نعمل هالاستحقاقات الدستورية اللي واصلين عليها نحن بعد سنتين بشق الإصلاحات وبشق الاقتصادي اليوم في مفاوضات يخوض لبنان والحكومة اللبنانية غير موحدين مع صندوق النقد الدولي لدينا مقاربتين وأرقام اثنان مختلفين والفرق بينتهم مش تير حرزان يعني ألف مليار هذه المفاوضات هل واصل حكما إلى حائط مسدود لأن حزب الله يمكن أباطه عنه ولكن هو لن يسمح بخنقه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لا ما فينا نقول أنه واصل لحاية مسدود أبدا لأنه الصندوق النقد الدولي مقاربته أقرب للأرقام اللي عطيتها الحكومة وبالتالي أبدا ما رح توصل لحاية مسدود وصندوق النقد الدولي أبدأ استعداده أنه يساعد لبنان ونحن هلأ بمرحلة برجع يلي قلنا لك بالأول بموضوع الحكومة أنه يا حكومة خلاص حسمي أمرك بهذا لأنه نحن ما عدنا نملك طرف الوقت أنه نحن نضيع وقت ونصير نقول فلان وما فلان ونعطي لجنة من هون واستشارة من هون لا نحن ما عدنا وقت الوقت عم يدهمنا وبالتالي لازم الحكومة تحسم أمره بهذا الموضوع ولازم موضوع الاختلاف بالأرقام ينحسم بأسرع وقت يصير التدقيق مظبوط والمحاسبة والأرقام المظبوطة لنقدر نحن حقيقة هالمفاوضات تبلش تسمر نتيج ملموسة قادرين نعمل للإصلاحات اللي عم يطلبها مننا هذا المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي إذا في نواية قادرين نعمل الإصلاحات لأنه كل شيء بالحياة بده نواية حسنة وبده التقاء إرادتين أو عدة إرادات يكون عندها النية الحسنة للإصلاح وبالتالي الكل مدعو إلى أنه يكون عنده هيدة النية لأنه هيدا الهيكل إذا سقط ما رح يسقط عراص الطيار أو عراص حزب الله أو عراص كلين أو علين هيدا الهيكل سيسقط على رأس الجميع وبالتالي كل الأفريقاء مدعوين نحن هنا بهالمناسبة كتيار وطني حر بالرغم من كل شيء عم بيصير وبالرغم من كل الإفتراءات بحقنا وكل الاتهامات وكل الإساءات وكل اللي أنت عم تعرفيه كل يوم نحن منرجع منقول مصلحة لبنان أولوية بالنسبة لنا بهيدا المرحلة وبالتالي نحن مدين إينا لكل الأفريقاء في سبيل مصلحة لبنان وإخراج لبنان من هالأزنة هلأ يلي عم يمر فيها اليوم في تحدي جديد أمام هذه الحكومة قصة قانون قيصر مثل ما عرفنا أنه التنين تعينت لجنة ويزارية لدراسته تعقد أول اجتماعاتها التنين عصرا لا دراسته وما بعرف اتخاذ قرار بشأنه نحن بمأزق عنا يام نمشي بقانون قيصر شو بيكون موقف حزب الله شو بيكون يعني كيف قادرين شو عنا هامش تحرك بهذا الموضوع يا عم نرفض قانون قيصر يمكن تتهدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولة يمكن هذا الشي يستجلب عقوبات أيضا على لبنان كتيار وطني حر شو رأيكم بهذا الملف هلأ نحن بقول لي كتيار وطني حر أكيد نحن ضد أي أوانين جائرة أو عقوبات لا تستند إلى إذا بدك أسباب ومقومات ونحن أكيد منحترم الشرعية الدولية ولكن بذات الوقت نحن هذه الشرعية الدولية والقوى السياسية نحن ما فينا نجيريا بصير عاطة أوكي وبحب ردك على خطاب الرئيس ميشيل عون مبارح قدام الدول الأعضاء الخمس يلي حقيقة كان واضح بموضوع أنه نحن بقدر ما منحترم الشرعية الدولية ومنحترم المنظمات الدولية ولكن بذات الوقت نحن عندنا حريتنا عندنا سيادتنا وهي دي ممنوع المسفية وبالتالي أنا برأيي مفترض ننطلق من هيدا الخطاب لنحدد أي موقف بموضوع الأنون أيصر وأي عقوبات أخرى نحن السيادة والكرامة نحن حقنا يكون عندنا موقف بكرامة هالبلد وسيادة هالبلد لا أن نتلقى صراعات الدول الأخرى على أرضنا قادرين نعمل هيك يعني نحن بوضع بمكنا نوقف ولا إلا لأمريكا لا نحن مش ماشيين بقانون قيصر لكن بتفرد حالك وبتفرد احترامك وبتفرد كرامتي هيدا ما حدا رح يعطيك إياها إذا أنت ما فرضتيا وبتصور الرئيس ميشيل عون على رأس الجمهورية اللبنانية تاريخه حافل بهيدا الموضوع هون اسمحي ليسألك فأزا عن ليش عم ينحكي عن غزل من جبران باسيل للأمريكيين ليش عم ينحكي عن شبه استدارة انعطافة بسياسة التيار الوطني الحر من هون إجا يمكن الحديث عن حزب الله بالفترة السابقة تحسبا لأي عقوبات على قططة التيار الوطني الحر كحلفة لحزب الله قططة ربما جبران باسيل شخصيا ليش هيك منشوف الزيارات من السفيرة الأمريكية في لبنان للقلوق شو القصة؟ أول شي زيارات للوزير باسيل كل السفرة يلي بيعملوا زيارات بيعملوا لكل رؤسة الأحزاب ورؤسة الكتل ومن بينهم الوزير جبران باسيل وبالتالي الزيارات ما عم بتكون مقتصرة بس على الوزير باسيل هني عم بيبرموا على كل الأفريقاء السياسيين هيدا من جهة من جهة تاني برجاء برجاء وين المشكلة يعني طقص حلو فوق وبطعمي يعني مش مش غلط بس أنا اللي عم جاري بقليك أنه نحنا بموضوع سألتيني عن موضوع استدارة أو شي قلتلك هلا قبل شوي أنه نحنا كتيار وطني حر طبعا مع الانفتاح على الخارج وعلى كل المساعدات ضمن حدود سيادة لبنان وأي خرق وأي تعدي على سيادة لبنان نحنا ما منقبل فيه ومنرفضه وبالتالي الغمز أنه استدارة أو شي نحنا ما نقوله في العلن نقوله بالمخفي وما نقوله على المنابر المحلية نقوله على المنابر الدولية بس ما في استدارة لما بيطل جبران باسيل لو قطعتك يقول يحكي يوصف حزب الله بقوى أمر واقع ماش ما قصد حزب الله لأنه هو وقت اللي كان عم يحكي يحكي عن كل المعابر الشرعية وبالتالي قوى الأمن الرواق أمر بعكار في حزب الله ما بعرف فيه وبالتالي ما نعلق على هيدول الأمور لأنه حقيقة عم نضيع وقتنا بهيدا الموضوع ايه في معابر غير شرعية لازم تتسكر وهيدا من ضمن الإصلاحات اللي لازم سيد المعابر الشرعية كمان من أخذ قرار فيها من قبل على أيام الوزارة السابقة يبدو أنه إسلامان فرنجية عم يحكي كمان عن موضوع حزب الله بيقول أنه العلاقة مش صعب فكة بين الرئيس عون والحزب على عكس رهانات الكثيرين ومنهم محيط بالرئيس نفسه واضح أنه سهامة مصوبة على جبران باسيل بهالنقطة يعني نحنا بدنا نفكي لعليها ليش في هذا الانتباع أنه اليوم جبران باسيل هيك عم بيغرد شوي بعيد عن حزب الله بتعرفي ليه لأنه هلقد متين العلاقة ما عم يعرفوا كيف بدوني هلقد متين العلاقة هلقد العلاقة واضحة هلقد العلاقة ندية هلقد العلاقة حقيقة بين قوتين مش معوض الساحة اللبنانية على هيدل هيك علاقة بين فريقين بالسياسة هلقد يكون فيه وضوح يكون فيه صراحة البعض يقرأ ابتزاز البعض يقرأ أنكم عم تبتزوا حزب الله حتى تنتزعوا منه كلمة رئيسية لجبران باسيل أو ربما كمان عم تشتغلوا على خط تاني مسايرة أمريكية بما أنه الأمريكان كمان قالوا كلمة بالاستحاء الرئيسي أول شي موضوع رئاسة الجمهورية صرنا مواضحينه أكثر من مرة أنه نحن كتيار وطني حر هيدا الموضوع لم يفتح ما يهم التيار الوطني الحر حاليا والوزير جبران باسيل شخصيا هو إنقاذ البلد وبالتالي رئاسة الجمهورية طالما الرئيس ميشيل عون موجود بسدة الرئاسة هيدا الموضوع منه مطروح تاني شي همنا البلد وإنقاذ البلد كي نتمكن مستقبلا أو يكون عندنا مرشح أو ندعم مرشح وبالتالي موضوع رئاسة جمهورية والغمز من باب رئاسة الجمهورية لا يعنينا ولا يعني الوزير باسيل لأنه حقيقة عم بقلك أنه هم الوزير الباسيل اليوم هو هم إنقاذ البلد والوضع الاقتصادي والوضع المالي ونطلع من هالأزمة اللي نحن موجودين فيها لأنه إذا منبقى فيها يمكن لا بيبقى بلد ولا بيبقى جمهورية ولا بيبقى مؤسسات ولا بيبقى شي وبالتالي هيدا همنا وبالتالي الغمز بهيدا الموضوع خاطئ يعني بتلاحظي إنه بيبرموا يعني مثلا ليك يا هيدا التصريح صار إنه محيط الرئيس عون بده العلاقة أصلا بين الحزبين صحيح الرئيس عون هو يلي مضى الاتفاق وقت كان هو رئيس الطيار ولكن هلأ العلاقة بين الحزبين يعني حقيقة برجعوا بقللي فيه مكانة عم تشتغل وفيه مكانة بهمة إنه هيدا العلاقة تتزعزع فيه مكانة بهمة إنه تزرع هيدا الوسويس ولكن منطمن هيدا المكانة ومنطمن كليا اللي عم بجاري بيقول إنه هيدا العلاقة لن تتزعزع بآخر كمديقة بدي أحكي معك شوي عن هيدا الحكومة اللي صوبت تيجيها بأكتر من مطرح اليوم في حديث إنه قد يكون هناك تغيير حكومة بالأفق ربما تعديل ريت ما قال إنه في الوزيرة عكر عملت جولة لاستطلاع أراء المعارضة إذا بيفوتوا على حكومة إنه فيه جو تغيير حكومة تبديل حكومة تعديلات شو الجو الحقيقي وليش هلأ بهاللحظة بالذات عم ينطرح هيك موضوع بوقت كنتوا تقولوا إنه الحكومة هذه الحكومة لا بديل عنها وإذا سقطت هذه الحكومة رايحين على الفوضى لكي هيدا موضوع التبديل وهيك برأيي هلأ شوي بعيد لأنه القوة السياسية ما بتملك هلأ البديل ولا قادرة تجتمع لتعمل يعني هلأت في تباعد وفي تناحر بين القوى السياسية تتقدر تعمل أي تسويه مثل التسويه اللي وصلتها الرئيس ميشيل عون والرئيس سعد الحريري وبالتالي أي حديث عن تبديل وهيدا هلأ كتير مستبعد لأنه هلأ القوى السياسية كلها معارضة ومولاد لا تملك الألية ولا تملك إذا بدك أن تقدر تغير وتبدل بأي تبديل حكومة إن كان تبديل أو حكومة مجتمع لأنه يحكي كمان عن تبديل مزاري بهذا الموضوع بس بهذه النقطة تحديدا البعض بيقول إنكم جبتوا هيدا الحكومة كقوى سياسية عم بحكي لزقتوا فيها كل شيء أنتم مش قدرين تاخدوه من مفاوضات مع صندوق النقد من قصة الأرقام العجز اللي ما كان حدا يسترجي يطلع يقولها هي حكومة تكسب الوقت مش أكتر تمرير الوقت تنوصل للانتخابات الأمريكية نشوف الدفة لمن ساعتها تتبدل هيد الحكومة بتكون أنجزة مهمتها وقال معا إلى أي مدى هيد النظرية وقعية صحيحة برأيي هيد النظرية منا صحيحة لسبب إنه ما عنا وقت ما منملك طرف الوقت الأحداث عم تتسارع الأزمة الاقتصادية صارت أسرع مني ومنك ومن الحكومة وبالتالي ما في وقت إنه نحنا عم نضيع وقت منشيل منحط لأ أنا من وقت ما بلشت معيك اليوم قلتلك على هذه الحكومة إنه تحصم ما الذي يمنعه من الإنجاز والحسم هذه الحكومة؟ التردد نتيجة؟ التردد ونحنا هون برجعوا بقول لي مثل ما بلش الرئيس حسان دياب وقال إنه نحنا بدنا نبعد السياسة عن طاولة مجلس الوزراء نحنا منقله بعود السياسة عن طاولة مجلس الوزراء وحسوم بكل المواضيع لأنه ما بقى نقدر نحمل لا ترف الوقت ولا ترف هذا التردد يلي حقيقة عم بيخسره وعم بيخسرنا بيخسرنا كلبنانيين هذا التردد مش بسبب خلافاتكم السياسية يعني مثلا خلينا نحكي شوي عن قصة التعينات للحكومة التعينات المالية تحديدا مش معقول نحنا عم نفاوت صندوق النقد وعننا هيك فراغ بالمراكز المالية الأساسية ليش بعدها معرقلين وين صارت نحنا عم بحكيك من ميلتنا نحنا صرنا داعين الحكومة كذا مرة أنه لا لازم هايدي التعينات الإدارية تم لأنه هايدي جزء من الإصلاحات وجزء من التغيير يلي نطمح له بالسياسات المالية يلي إلى 30 سنة ماشي وين شفتي وين أخد البلد وبالتالي برجع وقالك على رئيس الحكومة أنه يحصم القصة هلأ كبأتوه على رئيس الحكومة على رئيس الحكومة هو هو رئيس حكومة هو أنه يحصم نحنا بالعكس نحنا اليوم قبل بكرة مندعي أنه يحصم أمر التعينات وخاصة التعينات المالية تقبل وطاعته سليمان فرنجية حصته بهذا الإطار لكن ما تفوتوني بأسامي فلان وفلان لا 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 أنا ما تفوتيني أنا ما تفوتيني أنا كفريق سياسي في رئيس حكومة تفضل حسوم وعمال التعينات المالية خلي حقيقة نبلش نلمس تغيرات بموضوع على القليل الشق المالي هلأ في فراغ هالمسموع هيدا الفراغ بظل هيدا الأزمة تنق على رئيس الحكومة أنه يحصن فليحصن بقصة الطعن اللي بتكون تتقدموا فيه لقالية التعينات هيدا الطعن وين صار؟ عم يفروض عم بيتحضر رح تقدمه أكيد لأنه بس ينزل بجالي ما فيه يتقدم طعن قبل ما ينزل عظيم بس اليوم أي طعن كلنا منعرف المجلس الدستورية تينظر بأي طعن بحاجة لثمانية من أصل عشرة أعضاؤه كلنا منعرف أنه فيه توازنات سياسية وفيه محسوبيات سياسية تتحكم بأعضاء المجلس الدستوري أنتوا الوحيدين اللي عرضتوا قلية التعينات اللي أقرت هذا يعني أنه طعن كن ما رح يوصل لنتيجة لا نحن عرضنا صحيح وسبت طعن بالنتيجة القاضية بدو ياخد بالسياسة اللي صوت على القانون ولا بدو ياخد بالطعن الموجود قدامه إذا دستوري أو غير دستوري وإذا القانون دستوري أو لا مضبوط أو لا وبالتالي فتحت باب أنه نحن ندعي القضاء بلبنان أنه يخرجوا من عباقة السياسيين لأنه المرحلة ما بقى تحمل كمانا أنه القاضي يضل لصيق بعباقة السياسة ومخبى بعباقة السياسة والبلد عم ينهار والمواضيع عم تنهار وبالتالي الفريق السياسي اللي ممثل بالمجلس الدستوري ومضي وصوت على هيدا القانون لا يجب أن يعني أنه القاضي يلي ممثل هيدا الفريق إذا يجي طعن وليقى أنه القانون غير دستوري مفترض يحكم بالقانون هل قد حجمها يعني هيدا يلي مطمح له يعني عزيم عم تدعو القضاء للاستقلالية بوقت شفنا شو صار بين وزيرة العدل من جهها ومجلس القضاء الأعلى من جهها تاني ورئيس الجمهورية شو صار شو صار عملوا تشكيلات وقفتوا هلأ نحنا أنا وياكي عم نضيع الناس وإلا للناس أنه صار رح قلليك ماشي كثير واضح اللي صار اللي صار التشكيلات إجت عند وزيرة العدل وزيرة العدل بصلاحياتها عطيت رأيها بالتشكيلات وردتها موضوع التجزئة هو مش المرسوم الجزئة موضوع هيدا شرحتها وقت الوزيرة منها وسبتالي وزيرة العدل استعملت صلاحياتها بهيدا الموضوع وزيرة العدل ما أخطأت وأنا هون ما عم دافع عن وزيرة العدل بس مش أنتوا هللتوا لسهيل عبود لما صار رئيس مجلس القضاء الأعلى ليش اليوم بده إعادة نظر بالشيء اللي عنده بدي إقليك شغلي الرئيس سهيل عبود يشهد له بمنقيبيته بأدميته بنضافته ما عنا شك بهيدا الموضوع ولكن هذا لا يعني أنه ممكن يكون وزيرة العدل عم بحكي عن وزيرة العدل مش نحنا انتبهي أنا عم بحكي شو قالت وزيرة العدل لأن نحنا ما منبت بالتشكيلات القضائية وهيدا المفهوم الخاطئ أنه أنتوا الطيار نحنا ما قلنا علاقة قد يكون وزيرة العدل لقيت هي من بعد ما درست الأسامة والتراتبية ودرست الأقدمية وكل هيدا الأمور لقيت في شي غلط عطيت ملاحظاتها وردتها هلقت حجمة وبالتالي مش معناتها إذا نرد مرسوم التشكيلات هيدا يعني أنه القاضي سهيل عبود صار ما بيسوى بالنسبة لألنا أو لأي فريق سياسي بالعكس منحترمه ومنحترم مسيرته وكل تاريخه ومش معناتها إذا وزيرة العدل ردت المرسوم مع ملاحظات وفقا للأنون شو بيسمح له يعني نحنا كالطيار وطني حر نحنا اللي اتدخلنا نحنا ما قلنا علاقة بها بس يطلع عند الرئيس هيدا هيدا صلاحيات الرئيس لا أنا ولا أنت ولا حدا بدي يقل له شو بدي يعمل رئيسي جمهورية بس يوصل للمرسوم لعنده هو بيقرر وبيعرف شو بدي يعمل بعد معنا شي أربع دقايق بس بعد عندي كم سؤال بدي قط عليهم ولو سريعا اليوم لنا يومين عم نحكي كتير باللي صار بألفة وطات شو هيدا الموضوع بحاجة كمانا للتوضيح أنتو كتيار وطني حر قالت أصمتو مجلسي الإدارة بينكم وبين حركة أمل بالنسبة لألفة وطاتش وكأنه ما عم نخلص من ذهنية المحاصصة لكي ما هلأ المشكلة أنه هيدا هيدا الأشياء اللي بتصير تطلع بالإعلام بيصير ويكبوا أنه تقصمنا نحنا وحركة أمل وتقصمنا نحنا وفلان وهيك أول شي كان فيه تقرير اليوم عندكن بهيدا الموضوع ونحنا كتيار وطني حر الأسامي بعد ما حسمها وزير الاتصالات من جهة وبالتالي في حال فيه أسامي موجودة هيدا الأسامي هي قراتي موجودة بالشركات يعني أنه مش ناس جيبتها من برة ما هي أسامي موجودة ويشهد لها بكفائتها وبمنقبيتها بهيدا الموضوع وبالتالي وزير الاتصالات هو بده يحسن بهيدا الموضوع بعد ما فيه شي يعني كلها تقويلات وأسامي طلعت بالإعلام ووزعوا للأمور وقرروا أنه فلان وفلان وهالفريق وهالفريق هيدا من ضمن الإشاعات ياللي كل يوم كل يوم كل يوم عندنا شي كل يوم عندنا شي سهيم على التيار الوقت كل يوم كل يوم فقال إنه خلص يعني بس إنه مع الأسامي طلعت ما قرر قرر طلعت حد فيه مؤتمر صحافي بفكر بكرة على وزير الاتصالات خلينا ننصر خلينا بس شو بها الأسامي مش محصوب ما فيه منهم محصوبين على التيار الوطني بلا أكيد لشو نحن فيه ناس يعني بس هنه موجودين أورادي بالشركات هو جايبون من الشركات مش إنه ناس جايبون من بره أو جايين براشوتية على هيدا أبدا يعني شو المطلوب مش عم بفهم عزي نلغي حالنا كرمال مين يعني شو المطلوب نلغي حالنا إنه التيار الوطني الحر ما يكون موجود بمحل ولا بإدارة ولا بمدر شو المطلوب لا بس تارفق إنه هيدا النقطة إنه شو المطلوب عن جايب شو المطلوب كنتوا تنتقدوا بقية الأفريقاء السياسيين على استئسارهم بالسلطة وبالمناصب عملتوا معارك طيلة السنوات تتقولوا إنه لأ نحنا شركة ونحنا عنا حقوق صحيح ونحنا موجودين جيتوا اليوم يعني مثل ما عمل غيركم بنظر البعض إنكم عم تعملوا عم تستأثروا بكل شيء هيدا بنظر البعض هيدا بنظر البعض مش هيدا اللي طيار اتفاق معارك هيدا بنظر البعض مش هيدا اللي عمل خلاف كمانا بينكم وبين صعب الحريب هيدا بنظر البعض ونحترم هذه النظرة وبالتالي كل واحد حري هو يشوف من عينه ومنظره يعني إذا إذا أنا هلأ كل واحد بيقرر هو يشوف أنا كل خطوة بعملها كيف بدي شوفها من منظر وبعد بمحلي وما بعمل شيء كل واحد بيشوف نحنا طالما ضميرنا مرتاح وعم نعمل إشياء مش مخالفة لا للأوانين ولا لأي شيء لعنده أي شيء ضدنا ومخالفة تفضل في محاكم في مراجع دستورية في محاكم إدارية تفضل يروح عليها هلقات حجمة يعني ما بدها ما بدها أنه نحنا نقعد نطلع هيدا الأمور وصرنا نحنا وحركة أمل وفي منهم نعملوا ألف وتاتش أورانج وأصبح يعني عن جد العالم عن جد بيلا فاضي العالم بيلا نحنا همنا بمحل الاتفاق كون شامل مع الرئيس برد بغض النظر عن قصة ألف وتاتش هذا موضوع تاني بس شفنا زيارة ضمن الزيارات ضمن الزيارات اللي بيعملها الوزير جبران باسيل رئيس أكبر تكتل يعني الوزير جبران باسيل منه رئيس تكتل عادي ولا رئيس حزب عادي بس أنتج سلعاتها هيدا الزيارة أنتجت الكابيتال كونترول الكابيتال كونترول هيدا لمصلحة الموديعين ولبنان بالعكس ونحن بتعرفي يا ريتا بلبنان بلبنان أنت ما فيك تعملي تجي تفرضي قانون أو تفرضي خطة أو شي بديك تعملي بديك تعرضي بديك تعملي نوع من لوبينج معين هيدا مثل بيصير بكل العالم وبالتالي الوزير جبران باسيل طبعا وقت اللي بيعمل زيارة الوزير جبران باسيل رئيس أكبر تكتل حضوره وازن إن كان بالبرلمان وإن كان شعبيا وبالتالي الأفريقاء طبعا بس مش معناتها كلمة تلاقى مع حدا إنه اتفقنا نحنا والرئيس بري ضد فلان وضد فلان أبدا هيدا الموضوع ما أنه ما تروح ولا بيبالنا أي اتفاق بدنا نعمله عم نعمله لمصلحة لبنان ولإنتاج شيء لمصلحة لبنان يعني إذا اتفقنا على الكابتالكنترول هيدا لمصلحة المديعين كلهم مش لمصلحة مديعين أمل والتيار الوطني الحق رح يرجع يمشي هلأ راح على اللي جان مضبوط أو لا خلينا نشوف يعني خلينا نشوف مثل كل الأوانين بس ما بدنا نظن نحمل الأمور وأي لقاء بين شخصيتين إنه هو إنه هو مؤامرة على فريق آخر لا أي لقاء مرحب فيه لأنه الوضع للبلد هلأ متوتر وأي لقاء هو لإنتاج شيء لخدمة هالمواطنين وخدمة اللبنانيين هالقد ما بدأ أكتر من هيك حقيقة بدأ أختم معك بموضوع النظام السياسي وإعادة النظر بالنظام السياسي للبنان اللي فتح على مصرعيه أول شيء البعض قرأ بكلام جبران باسيل عن المركزية الإدارية والمالية إنه هيدا كلام ربما عن فدرالية وإجهة أيضا كلام المفتي قبلين ده يحكي إنه والله النظام اللي كنا عايشين فيه خلص نحن اليوم خلاص سقط الطائف طواينا صفحته عم تفتشوا على نظام جديد نحن واضحين بهيدا الموضوع نحن مع تطوير النظام ضمن اتفاق الطائف في إصلاحات بالطائف نحن مع إنه تنعمل هيدا الإصلاحات لتطوير النظام وبالتالي تبديل النظام تسقيط الطائف هيدا هيدا الشعارات والمؤامرات اللي بلشوا يحكوها ويبلشوا عرفت لأنه كل مدة ومدة عنا سلوغان ببلشوا يحطوه براس العالم بيعملوا من نوع من غسيل دماغ للناس عن الموضوع الأهم تخديع على موضوع يلتهي فيه هلأ نحن واضحين بهيدا الموضوع نحن نحترم اتفاق الطائف ولكن نحن مع تطوير النظام ضمن اتفاق الطائف هلأد حدود الموضوع ما بيحمل أكثر بس شو يعني تطوير النظام في إصلاحات في لمركزية في مجلس الشيوخ في إلغاء الطائفية في عندك مجلس نيابي خارج الأيد الطائف في كتير إصلاحات من عملت بالطائف الطائف ما تطبق الطائف ما تطبق يعني مش رايحين باتجاه الفيدرالي نحن لبنان أكبر من أن يقسم أكبر من أن يبلع هذا هيده قال الرئيس ميشيل عون هل معقول مدرسة الرئيس ميشيل عون تجي تحكي بهيدا الموضوع مش معقول يعني قد ما تجربة تقنع الناس ولا ممكن تقنع الناس أنه نحن ممكن نحكي بهيدا بهيدا الموضوع أبدا نحن مع أي تطوير للنظام ضمن اتفاق الطائف هل قد واضحين وهل قد حجمة بس هنا فيه هواجز خاصة من بعض كلام المفتي صار فيه هواجز عند الناس نكروا كلهم كلهم تنكروا منهم بس فيكون بلون اختبار لشو لشو تنشوف لوين رايحين هل فعلا رايحين إلى نظام جديد رايحين إلى مطيلة كل الأفريقاء يلي بيدور بفلق المفتي تنصلت من هيدا الكلام وبالتالي أنا برأيي نحن هلأ بالوضع اللي نحن فيه ما لازم نعطي هيدا الكلام أكتر من حجمه وهو رجع عنه مثل مفهمت كمان وهلقت حجمة أبدا أبدا الوضع أبدا أنت هلأ بمحل أبدا ما فيك تفوتي بكل هيدا العنوين أنت قانون أنت خاب هلأ ما فيك تفوتي فيه بدك تفوتي بتغيير نظام أنت قانون انتخاب إلا ما قادرة تفوتي فيه ليه لأنه أنت في وضع اقتصادي هلأ هو اللي هو ياليوم عم بيقوله أنه ما رح نظهر من هيدا الوضع إلا ما نجيب سلطة قادرة تعالج نجيب سلطة قادرة تعالج بدنا قانون انتخاب وبدنا انتخاب ومين بيقول لهيد الناس اللي عم بتطالب بسلطة بتعمل تطالب أن تغير السلطة أنه هي قادرة حقيقة تغير هل هي برجع ويقولك الناس اللي نزلت على الصحات هل هي قوة تغييرية هل هي قادرة قوة تغييرية هل هي قادرة ما نكون شايفين قوة تغييرية طبعا أنه إذا هن بين بعضهم معصومين هلأ كسبت على الساس كانوا بدون ينزلوا ما بعرف قدي هلأ صرنا سامعين كذا بيان في ناس ما بقى بدها تنزل وناس بدا تنزل وناس ما بقى بدها تشارك هيدا العنوان ما بعرف شو هيدا العنوان ما بعرف شو هن منهم موحدين وقت ما بتكوني موحدة أنت وقت ما بتكوني موحدة وإيد وحدة قادرة أني قوتيك كلها التوزعية وبالتالي لا مفعول لها برجع وبقول أنا مع مطالبهم المعيشية والإصلاحية المحقة خارج هيدا الإطار كنتوا قبل تحكوا كتير عن الأحزاب التي تسلقت هيدا الحراك أو هيدا الثورة اليوم في حزب الكتائب هو الوحيد اللي أعلن صراحة أننا موجودين ديار المستقبل يقول لا ما رح نشارك القوات اللبنانية مثل ما فهمت أنه قال تركين الخيار للمحاذبين إذا بينزلوا ما في توجيه إذا بديك بالنزلة أو بعدم النزلة للشارع في أحزاب برأيك رح تتسلق هذا الحراك مرة جديدة وتحرفوا عن الشي الأساسي واليوم كيف يتخوف من رئيس الحكومة حسانة زياب من هيدا الموضوع طبعا قلتلك لأنه يمكن في معلومات أنه في تكسير وفي كذا وفي هيدا مشان هيك بتصور اليوم التحذيرات اللي إجت ما إجت هيكي ضمن هيكي يعني من العالم هلأ بديك تشوفي أول شي السبت شو العنوين اللي بده تطرح أول شي نحنا هلأ عم نحلل أنه بدون يطرحوا هيك خلينا نشوف السبت أول شي مين رح ينزل شو العنوين بده تطلع قدي رح يكون فيه قادرين يحشدوا قدي قادرين يكونوا موحدين بمطالب معينة قدي قادرين يكونوا حقيقة هني قوة كلهم تغييرية كثورة بما تمثل وعلى ضوءة بتشوفي إذا في أحزاب رح تقول هيدولي ممكن يغيروا يلا نحنا منمشي بس ليش ليش هالتردد عند بعض الأحزاب على عكس سبعة عش تشرين يعني لأنه شايفوا ما توقع غير موحدة المطالب غير موحدة كل واحد جاي حامل فكر من مال وبالتالي طبعا لقوا أنه هيك ثورة بتضعفهم ما بتقويهم لهيد الأحزاب يلي بالأول فكروا أنه ممكن يركبوا هيد الموجة وبالتالي شايفين أنه هلأ الوقت إذا بدك يعني ما بيحمل هيدا التوتر يعني بتلاحظ الكل حتى بالمعارضة الكل يدعو إلى التهديئة وكل هيدا هيدا الأمور لأنه البلد ما بيحمل أي خضة أي خضة في تهديئة يعني الرئيس الحريري ما بيوفركن بولا ما بيوفرنا إذا بدك بالسياسة بس أصدي أنا عم بحكي كتهديئة كقصص أمنية على الأرض مشيغبات عنف إلى ما هنالك في قطع من الطرقات تنعمل من أحزاب منظمة أو عم تتسلح أنا هيدا اللي أصدي مش إنه من مجموعات ناس أو هيدا بالسياسة أكيد نحن ما حدا عم بيوفرنا للرئيس الحريري ولا غير الرئيس الحريري لأنهم بيعتبروا حالهم إنه هني بهيدا الطريقة بيكسبوا شعبية وبالتالي نحن كطيار وطني حر كل إهانة بنتعرض له أو كل إفتراء بنتعرض له بيكبرنا وبيزغر يلي صدر منه بدي سؤال أخير بهذه الحلقة أخير نحن مدينا اليوم استثنائيا معيك لأنه هلأ رح ننتقل عند زميلتنا دانيال حسيني بعد شوي بحلة متجددة إلى البرنامج العميد شامل روكوز ستلنا سمعنا الفويس اللي نشر لأله وأنه هو بقلب هذه الثورة واتكلوا علينا ونحن رح نكون موجودين وبدنا نعملها موجات موجات ولازم ينكسر شيء تنبني عليه اليوم مجموعة الضباط المتقاعدين اللي هي تدور بفلك العميد روكوز قالت أنه نحن ما رح نشارك حتى نكون نظمنا أنفسنا إلى أي مدى بيحرجكن هيدا الشيء لكن أنا رح كون واضحة بهيدا الموضوع العميد شامل روكوز أخذ خياره بالسياسة ونحن نحترم هذا الخيار أخذ هو خياره بالسياسة وهو حر ونحن نحترم هذا الخيار لأنه كل إنسان بالسياسة حر يكون بالخط يلي موجود فيه وبالتالي بما أنه أخذ خياره هو بيتحمل مسؤولية هيدا الخيار هلقت حجمه نحن أبدا يعني ما عنا أي أول شيء بالشخصة ما عنا شيء حتى كتيار وطني حر أبدا نحترم مسيرة الجنرال شامل روكوز ومسيرته البطولية ولكن بالسياسة لقى حاله بهيدا الخيار بهيدا الخط ونحن نحترم وعليه أن يتحمل هو مسؤولية هيدا الخيار هلقت حجمه يعني ما يعني مسؤولية هيدا الخيار عدم انتخابه مرة جديدة نشوف كيف بتصير الأمور من هلأ يعني يخلق الله ما لا تعلمين من هلأ لسنتين تعرف الأحداث بتتسارع الوضع الإقليمي الوضع الداخلي في كتير أمور بتأثر على الوضع بلبنان ولكن هلقت حجمه يعني ياريت ممنعتي أكتر من هالهيدا الحجم بس مين عم يعطي الحجم اليوم في البعض كتب أنه بس عمل هيدا الحركة العميد شامل روكوس طلعتوا أنتو كمان مجموعة ضباط متقاعدين طلع بيان لألون وكأنه هيدا رد عها لكي أول شيء طيار الوطن الحر انبسق من العسكر أكيد مؤسس العسكر يعني يعني أبدا نحنا هيدا ما نمئبيه طيار الوطن الحر ضمن لجنة مركزية داخل الطيار هن موجودين كانوا كانوا موجودين وحاملين بطاقات ولكن تنظموا ضمن لجنة مركزية تعنا بشؤون الدباط والعسكريين المتقاعدين هالكت حجمة وبالتالي لا هاي مقابل هاي ولا هاي بالعكس نحنا نحنا السبقين بهيدا الموضوع أنا أشكرك كتير على حضورك معنا المحامية مي خريش نائب رئيس طيار الوطن الحر لشؤون السياسية شكرا كتير لأليك مشاهدينا رح ننتقل سوى لعن زميلتنا دانيا الحسينة بإطلالة متجددة ضمن برنامجها على المكشوف مساء الخير دانيا تفضل الهوى لأليك